اهلا بكم مشاهدينا ونبدأ معاكم اول حواراتنا في هذا الصباح هنتكلم فيه عن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز غدا ان شاء الله الاثنين الى جامعة القاهرة وجامعة القاهرة استعدت لهذه الزيارة لاحتفالية تسليم الدكتوراه الفخرية لجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز السعود هذه الاحتفالية هيحضرها رئيس الوزراء وعدد من الوزراء ورموز الدولة ومحافظ الجيزة ورؤساء الجماعات وأعضاء مجلس جامعة القاهرة ولفيف من أساتذة جامعة القاهرة ورجال استلك الدبلوماسي المعتمدين في مصر هيكون ان شاء الله في استقبال جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الدكتور جاب النصار رئيس جامعة القاهرة ليصطحب الملك الى قاعة الاحتفالات الكبرى هنتكلم بشكل اكثر تفصيلا عن هذه الاحتفالية مع الدكتور احمد زايد استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة صباح الخير يا دكتور صباح الخير يا ثاند يعني قبل ما نتكلم بقى عن موضوع الدكتوراه والفخرية غدا ان شاء الله واستقبال واستعداد جامعة القاهرة لهذه الاحتفالية حضريك شايف ازاي دلالة زيارة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز الى مصر أولا الزيارة يعني فيه موضوعين هنا الزيارة فيه حد ذاتها نعم من حيث الفترة الزمنية بتاعتها ومن حيث الانجازات التي تمت خلالها احنا شوف ده ان فيه يعني بروتوكولات تعاون تم توقحها فيه اتفاقيات اقتصادية فيه اتفاق على ترسيب الحدود بين البحرية بين مصر والسعودية فيه اهتمام بالغ جدا يعني حجم الوفد المصاحب لجلالة الملك كبير جدا ومتعدد جدا فيه رجال اعمال وفيه مثقفين وفيه وزراء وفيه يعني فيه رجال سياسة يعني فالزيارة فيه حد ذاتها رمزية فيها دلالة كبيرة جدا على انه رسالة للعالم اللي العلاقة بين مصر والسعودية هي علاقة استراتيجية خاصة في هذا التوقيت طبعا طبعا فيش حد يدري كتصارها وفيش حد يدري واي علاقة تاريخية ما حضرتك تتبع العلاقة بين مصر والسعودية تجدها دا علاقة تاريخية قديمة وكان يعني من ايام حتى تأسيس المملكة نفسها كان الملك الكبير عبدالعزيز يحرص اشد الحرص على ان يزور المملكة العربية السعودية حتى كان في بعض الاحيان يصحب اولاده معاه وهو في زيارته لمصر انا اشتغلت مستشار ثقافي في السعودية لقدة اربع سنوات وكنت باسمع حكايات من كبار السن في السعودية على هذه العلاقة الوسيقة اللي بين مصر والسعودية مصر لعبت دور كبير جدا في التعليم في السعودية في الماضي ويعني ساهمت مساهمة كبيرة جدا في تأسيس الجامعات للسعودية ولا ما تكلمش هنا حتى على الجامعات فقط ولا ما حتى قبل تأسيس الجامعات كانت مصر بتلعب دور كبير جدا فيه رسال مدرسين يعلمون الناس وانا اسمعت مرة رواية من احد رجال التعليم كبار السن في السعودية وانا بشتغل مستشار ثقافي بيحكيلي على المدرسين اللي كان بيشوفهم في المدرسة فبيقول انا كان فيه عندي مدرس للغة العربية احنا كنا بنبصله كده ونتصور انه هل ده هذا المدرس ده من لنا يعني من بني البشر يعني من مثال الاخلاق ومثال للنبل ومثال للقيم الحميدة وبيعلمهم العلم ومعاه جرعة كبيرة جدا من الاخلاق فهم حطينه في مركبة ومش قادرين يصدقوا لده يعني حاجة اشبه بهذا بهذا يعني انا اتذكر هذه الرواية حد كان بيزور المكتب الثقافي وكان بيعملوا نادوا هناك وكان وانا لمست هذا الاحساس من كثير من الناس اللي انا قابلتهم وتكلمت معهم وانا بشتغل هناك وانا بشتغل هناك مستشار ثقافي انه فيه تقدير كبير جدا للدور المصري في المملكة العربية السعودية خاصة حتى في مجال التعليم ولم يقتصر هذا الدور على المجال التعليمي بل امتد بعد ذلك الى المجال الاقتصادي احنا عندنا جالية كبيرة جدا في المملكة بتشتغل في كل المجالات بدءا من العامل البسيط وحتى المهندس واستاذ الجامعة والمحامي والقاضي يعني كتير جدا يعني اعداد ضخبة جدا من البشر بيستخدقوا بيشتغلوا هناك نعم واحنا بنبص للعلاقة دي ليس بالمنظور اقتصادي فقط وانا ما ايضا من منظور التعاون ما بين البلدين والني كل دولة بتحاول ان هي يعني تساعد الدولة التانية على تحقيق اهدافها بشكل افضل دكتور احمد اذا تحدثنا عن زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز الى جامعة القاهرة غدا الاثنين ان شاء الله للاحتفالية بتسليمه الدكتورة الفخرية يعني تعد هذه الزيارة الى جامعة القاهرة تقديرا لدورها في اثراء الحياة العلمية ليس في مصر فقط ولكن ايضا في الوطن العربي هل تتفق معي؟ طبعا اتفق بقى حضرتك وحضيف بعض الاشياء اولا جامعة القاهرة دي جامعة تعتبر اقدم جامعة عربية من اقدم الجامعات في العالم يعني تأسيست في فترة قادرها اكتر من 100 سنة جامعة القاهرة لعبت دور كبير جدا في الوطن العربي كله يعني اولا هي لعبت دور كبير جدا في تأسيس الجامعات المصرية ثم بدأت تنتشر بعد ذلك لان تلعب دورا كبيرا على المستوى الوطن العربي في تأسيس الجامعات العربية وايضا بتلعب دور حتى حاليا فيه على المستوى العالمي يعني اصبح لها تصنيف على المستوى العالمي من رميد جامعة الاولى على مستوى العالم فهي جامعة عريقة لها انجازات ضخمة جدا واحنا بنلاحظ انه يعني الزعماء العالم بيحرصوا على زيارة الجامعة احنا شفنا الاوباما قبل كده لما اختار المكان اللي هو يلقي فيه خطابه الموجه الى منطقة الشرق الاوسط والموجه الى العالم في بداية فترة الرئاسة الاولى اختار جامعة القاهرة وكان يوم مشهود لجامعة القاهرة عشان كده انا اعتقد ان الزيارة اللي بيعملها خدم الحرمين الشريفين لجامعة القاهرة يعني فيها دلالة رمزية على اهمية جامعة القاهرة واختياره للجامعة القاهرة والجامعة القاهرة اخترته ايضا لانه جامعة القاهرة التي اختارت ان تمنحه الدكتوران الفخرية وحضرتك لما تقري البيان الذي أصدره مجلس الجامعة لكي يصدق على الاقتراح بمنح خدم الحرمين الشريفين الدكتورال فخرية من جامعة القاهرة بيعدد فيه الأسباب التي دفعت مجلس الجامعة إلى اتخاذ هذا القرار من هذه الأسباب الدور الكبير جداً اللي بيلعبه على المستوى العالمي اللي بيلعبه على المستوى الإقليمي دوره في حفظ السلام العالمي دوره الكبير جداً في تأمية وتقوية العلاقات بين مصر والسعودية دوره الكبير جداً حتى فيه تقديم مساعدات ليه جامعة الصهيرة نفسها يعني في كلية الطب فيه إسهام كبير جداً من جانب المملكة العربية السعودية فيه تطوير الأصل العيني وفيه تطوير الأجهزة وفيه تطوير الإمكانيات والقدرات تقديم الدعم والمساعدة بشكل دي دي كلها يعني ليست فقط مرتبطة من جوانب مادية لها جوانب سياسية ولها جوانب ثقافية الملك نفسه علاقاته حتى الشخصية بالمكتبع المصري ليه نوع من الحب الخاص للشعب المصري وللمكتبع المصري عشان كده جامعة القاهرة قررت أنها تمنحه الدكتوراه الفخرية وهو طبعاً كان ممكن على الفكرة إيه بعد حد يأخذ يعني هو بروه نفسه هيكون هناك مراسم مدن ان شاء الله هتبدأ بتلاوة حيثيات منحه الدكتوراه الفخرية الرئيس الجامعة مبارح أعلن هذه المراسم وقال إن هو هتبدأ بال بتلاوة حيثيات منح الدكتوراه الفخرية وهايقوم بتقديم روب الدكتوراه الفخرية هلين يلبسوا روب الجامعي اللي هو بتاع الدكتوراه الفخرية بعدين يسلموا شهادة الدكتوراه والميدالية الخاصة بيها ومن المقرر إن خادم الحرمين الشارفين من الحرمين هيلقي كلمة حلتك شايف إزاي يعني هذه المراسم بالنسبة لخادم الحرمين الشارفين المراسم دي بتتكرر دائماً في منح الجايزة لأنها مراسم مؤترب بها في الجامعات كلها لمنح الدكتوراه الفخرية لأنه الدكتوراه الفخرية بيبقالها شهادة وبقالها مدالية وبيليها روب بيقتنيه الشخص اللي هو بيحصل على الدكتوراه الفخرية وبعدين من المراسم بتاعتها أيضاً إنه رئيس الجامعة بيلقي